السلام عليكم أحباتي الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الاختبار المميز من الحلقة رقم واحد إلى الحلقة رقم خمسة من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين سيكون الاختبار هو اختبار بحذ ذاته ونفس الوقت طريقة تعليمية مميزة جدا في تعلم اللغة الإنجليزية اختبار عبارة عن خمس أسئلة كما قلنا في عشر دقائق هدفنا نخلص هذا الاختبار مع المراجعة ومع الحلول لجميع الأسئلة في نهاية هذه الحلقة أيضا في عشر دقائق فقط لذا ركز جيدا معي من الآن حظر كراس وقلم لكتابة الكلمات المهمة وأيضا سوف تكتب جميع الإجابات في التعليق أسفل هذا الفيديو حتى نمر عليها ونصحها واستفاد منها الآخرين أيضا إذن اضغط على إعجاب الآن اشترك في القناة فعل زر الجرس مهم جدا تفعيل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة لجميع أصدقائك في نهاية هذه الحلقة هذا الجزء الأول من الدروس العشر الأولى وسوف يكون لدينا جزء آخر سوف ننشره يوم السبت أيضا كما اعتدنا كل يوم السبت سوف يكون لدينا اختبار وخلال الأسبوع سوف نراجع العشر كلمات التي لدينا هذا الأسبوع لدينا من الدرس الأول إلى الدرس العاشر واختبارين من الدرس الواحد إلى الدرس الخامس ومن السادس إلى الدرس العاشر يعني جزءين للاختبار واحد من الدرس الأول الخامس والثاني من السادس إلى العاشر وكل أسبوع سوف يكون لدينا اختبار بهذه العشر كلمات مع الأمثلة حتى نحفظها بشكل جيد سوف نطور اللغة اللفظ والكتابة أيضا السؤال الأول أبيوس اذكر لي معنى كلمة أبيوس وضعها في جملة استخدم كلمة أبيوس في جملة وأكتب معناها تكتب السؤال الأول والإجابة كذا وكذا السؤال الثاني أكتب معنا هذه الجملة ماذا تعني هذه الجملة ما هو معنى هذه الجملة سؤال الثالث رح نتوقف هنا اقرأ هذه الجملة أنت أكمل قراءتها هذه الجملة أكمل قراءتها اللي بيها هذه الكلمة ونهايتها اقرأ لهذه الجملة عندما تقرأها بطريقة معينة اقرأها الآن إذا واجهت صعوبة بالقراءة تابع الدرس إلى النهاية وسوف تجد الحل وعندما تجد الحل احفظها بشكل جيد بتكرارها خمس مرات بصوت مرتفع وكتابتها أيضا حتى تتقل لفظها بشكل صحيح درس الرابع استمع لي جيدا الآن واكتب هذه الجملة عبارة عن إملاق اكتب ممتاز سوف أقرأها بشكل سريع This silence was not simply an abuse of her trust وما هو معنى هذه الجملة أيضا سؤال الخامس والأخير اللي عندنا عندنا كلمة أناكت أناكت مرت علينا بالدرس أحد الدروس الأولى الدرس الأول لدرس الخامس اذكر لي اثنين من المرادفات كلمة أناكت أناكت اكتب لي مرادفتين وكل وحدة ومعناها كل مرادفة أمامها معناها أناكت أناكت ويذكر لي مرادفتين والمعنى خلصنا الآن من الأسئلة خلينا نبدأ بالحلول ركز جيدا وأحفظ معي جيدا أيضا إذا كنت تابع الأول مرة بإمكانك الآن تعلم معاني هذه الكلمات وأيضا طرق استخدامها لكن التفصيل أكثر موجود في الكورس اللي في كلمة إنجليزية في دقيقتين ركز معي واحفظ الإجابة على السؤال الأول معنى كلمة abuse معنى إساءة أو ظلم إساءة أو ظلم abuse مثال عندنا في جملة abuse of the prisoners will not be tolerated abuse of the prisoners prisoners سجناء prisoners سجناء abuse of the prisoners الاعتداء على السجناء أيضا تأتي بمعنى اعتداء أو الإساءة abuse of the prisoners الاعتداء على السجناء will not will not be tolerated غير مقبول غير مقبول إذن abuse of the prisoners will not be tolerated خلوح على الإجابة مع السؤال الثاني اللي هو قلنا أكتب معنى هذه الجملة we usually go abroad for a week in May معناها نذهب عادة إلى الخارج معنى خارج عن خارج البلاد لمدة أسبوع في شهر ماي سؤال الثالث قلنا أقرأ هذه الجملة قراءتها هو بالطريقة التالية she was wearing a very attractive perfume إذا قرأتها بهذا الشكل فأنت قرأتها طريقة صحية وإذا واجهت صعوبة كرر معي الآن خمس مرات حتى تتقنها بشكل جيد استمع she was wearing a very attractive perfume she was wearing a very attractive perfume ومعناها كان عطرها جذاب جدا she was wearing كان عطرها a very attractive perfume attractive perfume عطر جذاب ممتاز سؤال الرابع عندنا قلنا استمع اللي جيدا لهذه الجملة اللي كانت this silence was not simply an abuse of her trust جيد this silence was not simply an abuse of her trust وهذه كانت هي الجملة لدينا إذا كنت أبدأتها بالطريقة التالية فأنت كتبتها صح وإلا احفظها بشكل جيد نروح للسؤال الخامس والإجابة عالية واللي عندنا enact أحدى مرادفاتها ordain بمعنى أمره أو قضى enact ordain المرادفة الأولى بمعنى أمره أو قضى والمرادفة الثانية perform 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 اللي هي نفذة أو أدى perform نفذة أو أدى هذه المرادفات لكلمة enact ممتاز الآن أكملنا هذه الحلقة الأسئلة وأيضا الأجوبة عليها شكرا لكم على المتابعة وانتظرنا كل يوم سبت في اختبار جديد ومراجعة جديدة وكل يوم بإمكانكم متابعة الدروس لهذا الأسبوع الأسبوع الجاي رح يكون عندنا مجموعة جديدة من الدرس 11 وحتى الدرس العشرين انتظروني جيدا جميع الدروس موجودة أسفل هذا الفيديو بإمكانكم متابعتها بالتفصيل شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الدرس اشتركوا في القناة